مساء الفل ما فيش حد فينا ما اشتكاش من الحسد في يوم من الأيام وكتير مننا شايفين ان النجمهم خفيف واقل كلمة بتتقلهم او بصة بتتبص ليهم ممكن تجيبهم الأرض واول احتمال بيجي في بالمعظمنا لما تحصل له مشكلة او يحصل له اي حاجة او اي ظرف طارق انه اكيد محسود بس سحر سحر بطل القصة حقيقية النهاردة شكوتها من الحسد كانت غريبة جدا ويمكن لأول مرة انا بسمع قصة دي في حياتي او بشوف حد بيتعامل كده مع الحسد لان الحسد عند صحر مرتبط بالقتل وبالمناسبة ده مش اسمها الحقيقي احنا غيرناه عشان التفاصيل اللي ما بعوتها صعبة جدا وغريبة وممكن الناس تعرف هي مين ومش عايزين ان احنا نحطها في موقف صعب مع اهلها او مع اللي حواليها وعشان نفهم الموضوع بكل تفاصيله تعالوا نشوفها يا بعتنة تقولنا ايه اسمي صحر عندي تمانية واربعين سنة وعندي مشكلة كبيرة جدا انا بحسد ومتأكدة اني بحسد بس مش بيكون قصدي كده ولا عايزة ده يحصل مع اي حد ومع ذلك بيحصل لحد ما بقيت عايشة في خوف مستمر طول الوقت كلاما تحصل حاجة وحشة مع حد عرفه بعود افكر واسأل نفسي وانا شفته اخر مرة امتى طيب فكرت فيه اكيد انا اللي حسدته وعملت فيه كده لدرجة اني مات مني ولاد وهم صغيرين وحس اني انا السبب في وفاتهم واختي برضو متلها ولاد وحسيت ان انا السبب لحد ما في يوم واجهتها وقلت لها احتمال كبير اكون انا السبب بس هي قالتلي لا ما تقوليش كده ومدتش للموضوع احتمام حاولت اقول لجوزي والاخوية المقرب وبردو يقولولي انت بتتخيالي بطري تفكري في الكلام ده وشليه من دماغك بس مش قادر مش قادر اما افكرش وحس اني بقت للناس بسبب عناية لحد ما تعبت تعبت من كتر التفكير والاحساس بالزنب بقيت ادخل على الانترنت وعرفت اني عشان امنع قصر الحسد لازم اتوضى وادي المية للشخص اللي شك اني انه تقزى مني وفعلا بقيت اعمل كده بس للأسف مش عارف اوصل لكل الناس وحس ان فيه ناس اتقزت مني ومش عارف انقزهم وكمان قاريت كتب كتير وحاولت اعالج نفسي والبس حاجات معينة واكل حاجات معينة عشان تمنع ازايا عن اللي حوالي بس مفيش فائد انا اول مرة يا صحر اسمع عن حاجات بتتلبس او اكل بيتاكل عشان يمنع الحسد معرفش في الحقيقة انت جبت الكلام ده منين كتب ايه لقرتيها وعرفت منين ان ده صحة اصلا بس في كل الاحوال عايز اقولك على حاجة صعب ان انت تحسي ان انت تكوني عايشة في سجن وحس باحساس بالزنب بتهمة غريبة جدا زي دي وانت اللي بتقولي للناس عليها ده الواحد لما بيحسد حاجة غصبا عنه لقدر الله بيسكت ويكسف ده انت اللي بتقولي كلامك ما حسست ان انت عندك قوة خارقة وحاجة مش بيقديكي حاجة دي بتشوفها في الافلام بس معقولة في كده تعالوا نكمل ونشوفي يا باعتا بتقول ايه تاني انا موظف وبخرج وبشوف ناس ومع تكرار الاحساس بالزنب بقيت مش عايزة بص على حد وحتى لو بصيت بفضل اقول ما شاء الله عشان احميهم بس ساعات مش باخد بالي قريت اني مفروض انا عزل عن الناس بس انا لسه صغيرة وعيالي صغيرين مش عايزة نعزل واحرم نفسي من متع الحياة بس برضو مش عايزة اقزي حد وخايفة ربنا يا حاسبني على اساس اني بقتل الاشخاص دول يا صحر في مواقف كتير جدا حصلت بتأكد كلامي زي مرة مثلا كنت في شهر رمضان وفي واحدة زملتي كانت المفروض تفطر بسبب الظرف الشهري اللي كلنا عارفينه وقلت جات لها على الطبطب رخصة انها تفطر وبعدها بفترة سمعت انها تعبد جدا وبعدها ميتت وبردو اول ما اتجوزت حلمت باربع اطفال متكفنين على سريري ما كنتش فهم الحلم وقتها لحد ما بدأ ان هو يتفسر بعدها وكل فترة بقيت اخسر طفل من عيالي ويموت وبقيت اقول لنفسي يمكن بصت له حسدته على اساس انه ما يحسد المال لاصحابه اكيد انا السبب ولما بشوف حد في الشرع وانا ماشي واعجب بي بسمع بعدها انه تعب او مات معقولة يا سحر طب وانتي بقى بتعرفي اخبار الناس اللي انتي بتشوفيهم في الشرع دول منين وازاي طب جيرانك معكي في المنطقة طب انتي سكنة في قرية صغيرة فكل الناس عارفين بعض وبعدين اللي عرفوا ان الواحد عشان يحسد لازم يكون جواغل ووحقت وبيتمنى ان النعمة تزول من اللي قدامه صح وانتي شكلك مش كده وطيبة تعالوا نكمل انا جوه قلبي مش بتمنى حاجة وحشة لأي حد قلبي بيحب الكل بس خايفة خايفة ومش عارفة هتحاسب ولا لأ ساعات بحس اني عايزة اختفي واستخبى من الناس انا مش عايزة اقزي حد هو اللي عايزة ربنا يزعل مني ويحاسبني على فكرة انا بنتها اللي بتكتبلكم الكلام ده انا اسمي هند وماما بتعاني من الموضوع ده بقى لها كتير وبعد ما لقيت تجاهل من خالته وخاله وبابا بقيت بتفضفض معايا وانا بسمع لها بس مش عارفة خرجها من اللي هي فيه ولقيت برنامجكم فرصة وجات من عند ربنا حابة اقول ان ماما سحر قطيب شخص في الدنيا لدرجة ان الاطفال في المنطقة بيقولوا لها احنا بنحبك لانك طيبة بس ده بيتعبها بالزيادة ماما احنا اينا قوي والاطفال كلهم بيحبوها وكل زميلها بيقولوا عليها طيبة وهي فعلا كده لدرجة ان هي بتقعد تبكي بدموعها ومن جواها بتبقى مش عايزة تأذي اي مخلوق هي حد قلبه ابيض واللي بيحصل اقسم بالله العظيم مش بقرادتها وعمرها ما تمانت حاجة وحشة لحد بالعكس دي والله بتيجي كتير على نفسها عشان الناس انا خايفة عليها قوي وهي فعلا حاولت قبل كده حاولت تقعد في البيت وما تطلعش ابدا مش عايزها تعيش في اللي هي فيه ده على طول من فضلكم الرد يكون لين على قلبها لانها مش مستحملة وهي اصلا ضد نفسها ودايما تقول الكل بيحبني بس انا ما استهلش انا السبب ارجوك يا سيلي تساعديها باي شكل هل هي هتتحاسب فعلا على حاجة بتحصل خصب عنها على فكرة عمر ما حصل وحد اتهم موه بالحسد بس الموضوع ده عندها بقى له يجي 12 سنة وهي بتشتغل ومتعلمة وعمرها ما تعرضت للحسد قبل كده واهلها كمان عمرهم ما كان عندهم نفس المشكلة دي بس هي مصممة على كلامها وانا مش عايزها تدخل في متاهة ومش عارفة اعمل ايه لحد هنا وخلصت رسالة صحر او بمعنى اصح بنتها هند اللي بتحكي لنا مامتها بتعيني قد ايه ودي بتوجع قوي لما نلاقي انه بنت هي اللي بعتها نفسها تساعد مامتها وهي لا حولة لها ولا قوة تلاقي اقرب الناس لها بيتعذب كده عشان حاجات هو فاكرها في دماغه واللي لاحظته ان الرسالة هند مقتنعة بكلام مامتها او على الاقل مصدقة جزء كبير منه والسؤال دلوقتي يا ترى فعلا ممكن حد يقتل الناس اللي حواليه بالحسد احنا ممكن نعمل في بعض كده وما ناخد شبالنا طب ممكن حد تبقى عينه وحشة لدرجة انه يقذي ولاده وقهله والناس اللي في الشارع حتى هو مش قصد طب في حاجة اسمها ان اللي بيحسد ده يتوضى ويدي مية الوضوء بتاع يعني بتاعته للشخص اللي هو حسده عشان يوقف الحسد ده في حاجة اسمها كده طيب وفي حاجة اسمها ان الشخص اللي بيحسد ده ممكن يلبس حاجات معينة او يأكل حاجات معينة عشان يمنع ازايا عن الناس طب تعمل ايه صحر عشان تخرج من الحالة اللي هي فيها دي بقى لها 12 سنة كتير مننا بيقولوا انه هو محسود وكتير مننا بيقولوا انه اقرب بالناس لي اللي بتحسده ومش عايزة اعمم بس في كل دايرة بنبقى عارفين انه في حد معين لو ركز معنا في حاجة او بصلنا في حاجة بتبوز قعدوا فكروا هستنجوا بعد الفاصل